موسيقى مجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم وتقبل الله صيامكم بداية تلقى اليوم رئيس الجمهورية صيد عبد المجيد تبون مكلمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا له للشعب الجزاري مزيدا من التقدم والرقي بدوره شكر السيد الرئيس أخاه الرئيس الفلسطيني على نبل مشاعره مهنئا إياه وكل الشعب الفلسطيني الشقيق بحلول هذا الشهر الفضيلة استقبل اليوم الشعب الجزاري أول أيام شهر رمضان المبارك وسط تجنيد وحرص من قبل مصالح التجارة لتوفير المواد الأساسية بصفة منتظمة وتقريبها من المواطن من خلال فتح فضاءات تجارية وأسواق جوارية وتعزيزها بالمتابعة والرقابة بهدف توفير اللحوم الحمراء بأسعار المسقفة استلمت ولاية الجلفة دفعة أولى من العجول المستوردة بالمذبح الجهوي بمدينة حسي بحبح من جانبه ضاعف ديوان وتربية الدواج الوسطيف من إنتاج الدجاج الطازج مع تسقيف السعره لضمان التزويد المنتظم لنقاط البيع تمكنت فرق ودرك الوطني بولاية تجورت من حجز سبعة عشر قنتارا من اللحم البيضاء والحمراء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري الكمية وجدت داخل شاحنة للنقل بالتبريد تم توقفها على مستوى إحدى نقاط المراقبة والتفتيش به تجورت في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويب الرأي العام أنه إطراح حجز كمية معتبرة من مادة التمور كانت مخزنة بمستودع تبريد غير مرخص به تمت متابعة ثلاثة مشتبه فيهم عن طريق إجراءات المثور الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة وقضت محكمة الرويب على كل واحد من المتهمين الثلاث بعقوبة عشر سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مع الأمر بإذاعهم الحبس بالجلسة وفي ملف الطاقة أكد وزيره الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم أنه يجري الإعداد الجيد لتنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بتطوير الهايدروجين المستوحات من الإستراتيجية الوطنية لهذه الشعبة مع تحضير كل الشروط اللازمة لإنشاء مناخ بيئي واقتصاب دي جذب وتستدف خلطة الطريق تطوير الهايدروجين تحويل الجزائر إلى رائد إقليمي دولي في إنتاج وتسويق هذه الطاقة الجديدة من خلال تزويد السوق الأوروبية بعشر في المئة من حاجياتها في أخبار الرياضة والحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوديفاخ يوجه في هذه الأثناء المنتخب الوطني منتخب النيجر بملعب نيرسا المنذيلا بالرقيب الجزائر العاصمة المباراة تتابعونها مواشرة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري بالتوفيق لمنتخبين الوطني نهاية الموجز ألقاتكم في منتصف الليل بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة